قدمت مصر الكثير من الدعم للقضية الفلسطينية على مر العسور دون توقف أو انقطع حيث حملت مصر القضية على أكتافها على مدار 75 عاما وفي خضم الأحداث الجارية والمتلاحقة في الأراضي الفلسطينية محتلة ومن عدوان إسرائيلي مستمر على قطع غزة يتواصل الدور المصري لدعم القضية الفلسطينية أكثر من 75 عاما مرت ولزالت القضية الفلسطينية تتصدر قائمة اهتمامات مصر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري النضال المصري لنصرة القضية الفلسطينية يعود لما قبل عام 1948 عندما شاركت مصر في حرب فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وقدمت أكثر من 100 ألف شهيد و200 ألف جريح في الحروب التي خاضتها مصر ضد إسرائيل لنصرة القضية الفلسطينية وعلى مدار التاريخ اهتم رؤساء مصر بالقضية الفلسطينية حيث قاد الرئيس جمال عبد الناصر حربي عام 1956 و1967 ضد إسرائيل وعقد مؤتمرا تاريخيا عرف باللاقات الثلاث واعتبر فلسطين قضية أمن قومي لمصر وفي عهد الرئيس الراحل أنور السادات طلبت مصر بحل الدولتين وضرورة الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين ورجوع إسرائيل لحدود عام 1967 والتخلي عن الأراضي الفلسطينية التي استولت عليها وفي مقدمتها القدس الشرقية ووصلت مصر جهودها في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الذي رفع شعار الأرض مقابل السلام وتم توقيع اتفاق الحكم الذاتي وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية من المدن الكبيرة وتم رفع التمثيل الفلسطينية بالأمم المتحدة من مراقب إلى عضو شبه دائم وعقدت عدة مبادرات واتفاقيات لإحلال السلام وإيجاد حل سياسي ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر ووضعت القيادة السياسية القضية الفلسطينية على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية بوصفها أول دائرة من دوائر سياستها الخارجية وأحد محددات الأمن القومي المباشر وتعددت الزيارات واللقاءات بين الرئيس السيسي ونظيره الفلسطينية محمود عباس لدعم السلطة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل من خلال مصاري الانتخابات العامة والرئاسية الفلسطينية وفي عام 2017 وقعت حركة فتح وحماس على اتفاق إنهاء الانقسام برعاية مصرية الدعم المصري للقضية الفلسطينية لتوحيد الصف الداخلي الفلسطيني بدأ باستضافة العديد من الاجتماعات للفصائل الفلسطينية مثلت نقاط تنشيط لمفاوضات السلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني كما أعلنت مصر عن المبادرة الرئاسية في مايو من عام 2021 بمنح 500 مليون دولار لإعادة أعمار غزة ومع بداية الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي وصلت مصر جهودها لوقف إطلاق النار وتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني فضلا عن استمرار فتح معبر رفح البرية على مدار الساعة لإرسال المساعدات والقوافل الطبية الرئيس عبدالفتاح سيسي أكد مرارا وتكرارا رفض مصر لحل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار ومواصلة مصر مسعيها الدقوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا أن السبيل الوحيد لإنهاء العنف في قطاع غزة قائم على إيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية يقضي بإقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة بالإضافة إلى التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية والتحذير من المخطط الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام والوقف الفوري لإطلاق النار